حل رئيس الحكومة عزيزة خنوش اليوم بالمنامة لتمثيل جلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة ووجد رئيس الحكومة في استقباله بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وستناقش القمة التي تنعقد يوم غد بنودا رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية كما يتضمن جدول أعمالها بندا حول القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي وتطورات الوضع في عدد من الأقطار العربية ترجمة نانسي قنقر